يلجأ بعض الأحالي إلى إعطاء أطفالهم المضادات الحيوية بغرض تسريع شفائهم ولكن علي طباء يحذرون من ذلك لأن المضاد الحيوي ذا الفعالية العالية وإذا تم وصفه بشكل زائد تترتب عليه آثار جانبية ومقاومة لمفعوله فهناك حالات معينة يجب إعطاء الطفل المضادات الحيوية فيها وكذلك أعمار معينة تعتمد عليها الجرعة المناسبة للمزيد من التفاصيل والإجابة على كل هذه الأسئلة ينضم إلينا في الستوديو دكتور محمد رشيد النظوري اختصاصي أمراض الأطفال سباح الخير أهلا سلام خلينا نبدأ من بأي عمر ممكن الدكتور أو الأهل يبدأوا في إعطاء الطفل المضادة الحيوية أولا نبتعد عن الأهل أنهم يتدخلوا في إعطاء المضادة الحيوية ما حدا يدفن سيكون من رأسه ينبغي أن هذا يكون قرار الطبيب وإحنا ممكن إعطاء المضادات الحيوية مباشرة بعد الولادة إذا حتاج الأمر يعني مباشرة نتكلم على موضوع أيام يعني مش أيام موضوع ساعات ساعات مجرد الطفل الوليد قد يحتاج بعض المضادات الحيوية إذا كانت حصل في إصابة للأم والإصابة دي انتقلت للطفل فممكن نستخدام المضادات الحيوية من أول ساعة طيب دكتور ما هي العراضة التي تستدعي أن نستخدم مضادات حيوية للطفل طبعا في أول شيء دايما الأهل أول لما يتعرض الطفل للإصابة يمكن من أسباب الشائعة ارتفاع درجة الحرارة نحن لازم نشير وننبه الأهل أن المضادات الحيوية ليس مخفض للحرارة وليس علاج للحرارة بيعمل إيه؟ لا المضادات الحيوية بيقضي على الميكروب واستخدام المضادات الحيوية لابد أنه يقضي على البكتيريا استخدام المضادات الحيوية للأمراض البكتيرية وليس الأمراض الفيروسية فهناك العديد من الأمراض الشائعة التي بتصيب الأطفال الإصابة الأساسية فيها بتكون إصابة فيروسية لذلك استخدام المضاد الحيوي بيكون غير مقبول في هذه الحالة لعشى كده نرجع للنقطة الأولى اللي هي الأهل ما يعملوا تشخيص وأعطاء دواء من نفسهم ما يتسرعوش يعني الموضوع مش سرعة أعطاء المضاد الحيوي حتحل المشكلة تعرف دكتور ايش المشكلة أحيانا بيكون مثلا الطفل الأول جاء له مرض وأخذ له مثلا مضاد حيوي فيروح الطفل الثاني بعد سبوعين بعد شهر يمرض نفس المرض أو شيء فيروح ويعطوه نفس المضاد ما أدري إيش صحة الموضوع هذا طبعا يعني ينبغي على الأهل أنه ما يكرعوش أو ما يعتمدوش على أن مثلا صديق ليهم أو قريب ليهم أو حتى أخ أو ابن حصل له نفس إصابة ويوقعوا أن ده حيبقى الحل فيجب أن نحن نعود للطبيب لتقييم الحالة وبناء على تقييم الحالة يتم وصف الموضوع أبدا جربيها أنا ابني ابني أعمال له وظبط الموضوع مش بس كده يعني اللي يجب الأهل يكونوا على دورية كاملة أنه بيوح للطبيب متوقعين موضوع الحالة والطبيب والطبيب مش حيوصل في موضوع الحالة لأنه شايف الحال لا تستدي وموضوع الحالة يمكن يجيب نتيجة غير مرغوب فيها وعكسية بالذات مثلا في حاجات شائعة زي ما بقول حيك الفترة الشتة دلوقتي اللي نحن نقنين فيها والالتهابات الفيروسية والإنفلونزا معظم الأسباب الشائعة فيها عبروا عن التهاب فيروسي وليس بكتيري وبالتالي استخدام موضوع الحالة لن يؤدي إلى النتيجة برضو نزلات المعاوية الإسهال كتير من الأهل يتطوعهم من نفسهم يردوا موضوع الحالة حتى قبل الذهاب للطبيب وده حيعود نتيجة عكسين أنه حيزود الإسهال دكتور أنا عندي سؤال لو الأهل كانوا بيعطوا مضادات حيوية من غير دواعي صحية ما هي الأضرار اللي تكون على الطفل في هذه الحالة؟ يعني إذا هم ما عطوا مضاد حيوي هو عنده نزلة فيروسية أو سبب المرض فيروس أول شيء أنه ممكن يزوئي يطيل في الحالة يعني بدل ما الحالة مثلا في النزلة المعاوية مثلا حتى ياخد أربع لسبع أيام في المدة الطبيعية ممكن تقعد عشر خمساشر يوم نتيجة فقط أن الأهل أساءوا استخدام العلاج والعلاج مثلا في الحالة دي مجرد نحن بنعوض كمية السوايل لغاية لما إحنا عايزين بالعكس الإسهال يستمر عشان جسم يتخلص من الفيروس مش يحتفظ بالفيروس ففي الحالة دي لما بنستخدم مضاد حيوي بنعمل وقاية للفيروس وبالتالي الموضوع يزيد ويطول لكن من ضمن الأثار الجانبية الشائعة على استخدام مضاد الحيوي هي التأثير على مناعة الطفل ودي طبعا نقطة مهمة جدا لأن تكوين الجسم بيقاوم من خلال كرات الدم البيضاء البطيئة الحميدة لا كرات الدم البيضاء هنتقل لنظر حيك قلتها وبالتالي استخدام بعض مضاد الحيوي الفترة طويلة قد بيؤثر على إنتاج هذه كرات الدم البيضاء وبالتالي مقاومة الطفل حتقل تعريفك لفترة طويلة بالظبط ما هو؟ إيش هو فترة طويلة؟ يعني السنة سنتين عشرين لا طبعا هي يعني هي الدور الطبيعي إنه هو مثلا دور إنفل وانزة حيأخذ أخر أربع خمس يام والطفل يتمثل للشفاء ويعود الحياة الطبيعية في الحضانة أو في المدرسة لو استخدمنا ممكن الموضوع يطول إلى أسبوع أسبوعين بدون أي داعي طيب ما مدى تأثير المضاد الحيوي على موضوع البكتيريا الحميدة أو المتعيشة في الماعدة طبعا دي نقطة مش بس في الماعدة أو الأمعاء طبعا استخدام المضاد الحيوي بيقضي على البكتيريا بكل أنواعها سواء البكتيريا الخبيثة أو البكتيريا الطبيعية المتعيشة لذلك دلوقتي كثير من الأطباء بيستخدموا بعض المواد اللي بنسميها برو بيوتكس اللي هي بتعمل حماية للبكتيريا المتعيشة الطبيعية داخل الأمعاء بحيث المضاد الحيوي ما يأثرش عليها ولكن ده بيكون في توقيت مختلف عن توقيت استدامة المضاد الحيوي يعني مثلا نستخدم المضاد الحيوي كل 8 ساعات أو كل 12 ساعة بندي في الفترة ما بينهم بندي البروبيروتكس دي اللي هي بتعمل حماية البكتيري المتعايشة وبالتالي الطفل ما يتأثرش ويبقى فيه نحية إيجابية وبنزود مناعة الطفل دكتور في بعض الأحيان الدكتور هو اللي بيبالغ في إعطاء المضادات الحيوية فأنا هنا عندي سؤال يعني مثلا إذا طفل منعته ضعيفة كم مرة في السنة مفروض المكسيموم أنه ياخذ فيها مضادات حيوية هو الطفل الطبيعي متوقع أنه يجيله إصابة بالاتهابات الجهاز التنفسي العلوي في حدود من 3 إلى 4 مرات في السنة ده الطفل الطبيعي سواء كان منعته جيدة أو منعته ضعيفة طبعا استخدام المضادات الحيوية بصورة مستمرة إذا كان بعض الأطباء بيبلغوا في كده يعني وفي الأربع مرات ياخذ مضادات حيوية لا يعني هي طبعا مش كل مرة الطفل بيصاب بالاتهاب يحتاج مضادات حيوية لكن الطبيعي أن أنا ممكن أستخدم مضادات حيوية مرة ومرتين في السنة إذا هستخدمه طبعا لكن فيه لازم أعالج الأعراض وأهتم بالوقاية ورفع مناعة الطفل يعني ببساطة إذا الطفل أصيب بالتهاب من زي جهاز التنفسي العلوي وده شيء شائع جدا إن إحنا بنديله سوائل كافية بنعالج الأعراض لابد أن هو يرتاح ما يتعرضش الأجواء برده فوق في درجات الحرارة فلازم يقول أهل على دراية واستخدم مخفضات وبعد كده يبقى فيه متابعة من الطبيب طيب جميل جدا ثلاث نصائح توجهها للمشاهد أول شيء إن هم طبعا ما يستخدموش المضادات الحيوية بدون العودة لإستشارة الطبيب هذا أهم شيء أهم حاجة إنه لازم يرجعوا للطبيب ولا حتى الصيدلية أو يرجعوا للصيدلية ثانيا في حالة إن الطبيب أمر باستخدام المضادات الحيوية يجب إنه نستخدم المضادات الحيوية للفترة المطلوبة كثير من الأهل بيستخدموا مثلا أربع أو خمس أيام والطفل يتحسن وما يكملوش المدة وبالتالي بعد أسبوعين ثلاثة يرجعوا للحالة تتدهى ورحالة النصيحة غير كده إنه هو في حالات النزلات المعوية بالذات يعني يجب الإبتعاد نهائيا عن استخدام المضادات الحيوية لإن السبب الأساسي بيكون سبب فيروسي ومجرد أن أنا بعوض باستخدام السوائل أو الأملاح والمحليل المضادة للجفاف هتكون لها نتيجة ممتازة ويجب إنه يكون معي بعض الأشياء البسيطة خلال فترات السفر بالذات إن أنا أقدر أتعامل مع الحالات البسيطة دي قبل إن أنا أذهب للطبيب جميل دكتور محمد رشيد النظوري اختصاصي أمراض الأطفال شكرا لتوجدك معنا شكرا دكتور نسترد معكم بعض النصائح حول موضوع الأطفال والمضادات الحيوية لا تعطى المضادات الحيوية إلا في حالة وجود سبب بكتيري عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لأنها تقلل المناعة كل المراحل العمرية مسموح لها أخذ المضادات الحيوية ولكن بجرعات مختلفة يجب استشارة الطبيب قبل إعطاء الطفل مضادات حيوية ارتفاع درجة الحرارة لا يعتبر مؤشرا يستلزم استخدام المضادات الحيوية